احتشد أهالي تشتنوغا للصلاة إثر إطلاق النار على أربع من عناصر المارينز وقتلهم وجرح ثلاثة آخرين نحن نحقق في كل مكان محتمل زاره أو سكن فيه منفذ الهجوم على عناصر البحرية الأمريكية في مكتبين للتجنيد في ولاية تنسي يدعى محمد يوسف عبدالعزيز الذي قتل خلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة يبلغ من العمر 24 عاما أردني الأصل ومن موليد الكويت وحاصل على الجنسية الأمريكية وفق ما ذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي لا يزال يحقق في دوافع الهجوم وما إذا كان الحدث عملا إرهابيا محليا أو ما إذا كان عبدالعزيز متأثرا بأفكار تنظيم داعش من غير المعقول تصديق أن هذا الحادث حصل في بلدتك لكن من الجنون أن يكون منفذ الهجوم شخصا ذهب معك إلى المدرسة ذاتها هذه صدمة السلطات تحلل وتدقق في حاسوب مطلق النار واتصالاته وصفحاته على مواقع التواصل ومنها هذه المدونة التي كتب فيها مقالا اعتبر فيه أن الدنيا هي عبارة عن سجن ووفق سيرته الذاتية على الإنترنت فإنه من جامع التنسي في تشتانوغا وحاز على شهادة في هندسة التربة ويعمل في تشتانوغا تظهر التحقيقات الحالية أن عبدالعزيز لم يكن مدرجا على أي قائمة من قوائم المشتبه فيهم بقضايا الإرهاب وأنه استخدم في الهجوم على عناصر المارينز أنواعا من الأسلحة بما فيها سلاح من طراز AK-47 وبحوزته كمية كبيرة من الدخيرة وقامت السلطات الأمريكية بتشديد إجراءة الأمن في المنشآة الاتحادية على سبيل الحذر الشديد وأعاد الحادث إلى الأذهان حوادث إطلاق نار أخرى في منشآة عسكرية أمريكية من بينها ذلك الذي وقع في قاعدة فورت هود عام 2009 وأسفر عن مقتل 13 شخصا وآخر في قاعدة المحرية في واشنطن عام 2013 موقعا 12 قتيلا ويأتي إطلاق النار وسط مخاوف من انتشار أشخاص يشنون اعتداءات بصفة منفردة في الولايات المتحدة رغم أن الدافع خلف حادث تشتنوجا ليس واضحا حتى الآن